وجه الطفل سيد محمد النعيمي رسالة لكل الصغار بل حتى الكبار مفادها بأن الإعاقة لا تعرقل النجاح بل أن حواجز الذات هي الإعاقة الحقيقية وبالإرادة والعزيمة يتغلب الإنسان على جميع الصعوبات وهذا ما فعله الفتى الصغير ليصبح أحد أبرز المتفوقين في دراسته فضلا عن نبوغه في علم البرمجة والحاسوب بالرغم من معاناته وصغر سنة لم تقف إعاقته حاجزا أمام طموحاته أخذ على عاتقه عهدا بمجابهة كل العراقيل أحب دراسته وأصبح من المتفوقين الأوائل في مدرسته لم يكتفي بذلك فهو يطور نفسه في أوقات فراغه في تعلم علم برمجة الحاسوب سيد محمد استطاع أن يملك فرشاة لرسم الابتسامة على وجوه من حوله لذلك فهو يعشق تكوين الصداقات مع الآخرين أحب هواية البرمجة أحب هواية السباح أحدي شكري وحبي جرأة وشغف يدفعانه دائما لممارسة واكتشاف كل ما هو جديد لما نقلنا إلى المدرسة أذكر أول يوم يعني أنا كنت واجد منهارة محمد قال ما مطلعي من الصف أنه خلاص يعني كان محمد ما يقدر يمسك قلم فكانت هذه مرحلة صعبة فالآيباد سهل أنه بالتاتشي يقدر يستخدمه مثلا إلى الإملاء إلى بعض المهارات والحمد لله يعني من أول مرة محمد كان دائما يتجاوز الطلبة على كل أم وأبو في البداية أن يؤمنون أن ولدهم رح يتعلم تعليم جيد ويكافحون عشان يوصل إلى هذا المكان أحد التجارب كان مجلس الطلبة فقلت لي ماما لا ترشح روحك أنت عندك واجز أشياء ثانية لا تسويها لكن أهو قال لا أنا رشحت روحي بفوز أحنا بالنسبة لنا كانت صدمة يعني أنه عنده ثقة كبيرة بنفسه وفعلا يوم الانتخابات المدرسة سيدة أو المسؤولة عن الفرز قالت لي ما يحتاج أن نكمل الفرز يعني خلاص محمد فايز وكل صوت لمحمد يحب أن يشارك العائلة في القعدات والطلعات والإفنس اللي تصير داخل البيت حتى مثلا مع أصدقاء دائما يحاول أن يشاركهم ويحاول أن يكون متواجدوا يهم في كل الحفلات والطلعات إرادة قوية جعلت من الكرسي المتحرك مقودا يسير به في حياته بكل عفوية ولكن بطريقته الخاصة غرس الثمار وجنيها هو جأب هذا الفتى الذي مهد لنفسه دربا عبده بالإصرار وزخرفه بحب التحدي للوصول إلى النجاح ولو كان صعبا لتلفزيون البحرين صالح يوسف